حوادث غرق منفصل لمركبتين في قناة الملك عبدالله وغرق مدرب سباحة في العقبة إضافة لوفاة طفلة غرقا داخل إحدى الحفر الامتصاصية في المفرق هذه الحوادث وغيرها خلال فترة العيد نجملها في تقرير التالي أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني تنوعا بأسباب الحوادث التي تعاملت محافرق الدفاع المدني في مجالات الإطفاء والإنقاذ فما حلول مساء اليوم الأول من عيد الفطر تعاملت فرق الدفاع المدني مع مائة وعشرين حادثا مختلفا نتج عنها ستة وتسعون إصابة ووفاة شخص إثر حادث تدهور إضافة لإصابة ثلاثة أشخاص دهسا في مشاجر بغرب محافظة إربيت كما تم التعامل مع عدد أربعمائة وواحد حالة مرضية ومن أبرز ما تعاملت محفرق الدفاع المدني إنقاذ شاب علق في كهف بعجلون أثناء التنزه بمنطقة راسون اليوم الثاني من عيد الفطر ازدادت نسبة الحوادث إذ تعاملت فرق الدفاع المدني مع مائة واربعة واربعين حادثا مختلفا في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها ثلاثة وثمانون إصابة بالإضافة للتعامل مع ثلاثمائة وثمانين حالة مرضية مختلفة ومن أبرز الحوادث تصادم مركبتين على طريق إربيت المفرق نتج عنه عشر إصابات بجروح ورضوط وحادث آخر في منطقة وادي شعيب بمحافظة البلقاء لتعود حوادث الطرق وتشكل ظاهرة على الشوارع الخارجية إذ أصيب ثمانية أشخاص بحادث سير على الطريق الصحراوي بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة معان كما تعامل دفاع مدني البلقاء مع حوادث غرق لمركبتين لحادثين منفصلين في قناة الملك عبد الله في الشونة الشمالية بالإضافة لغرق مدرب غطس في مدينة العقبة اليوم الثالث من عيد الفطر شهد مائتين وخمسة وثلاثين حادثا مختلفا في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنه مائة وإحدى وثلاثين إصابة بالإضافة إلى التعامل مع خمسمائة وأربعين حالة مرضية مختلفة أبرزها حوادث تصادم في منطقة القسطل وغمدان في العاصمة عمان صباح اليوم توفي ثلاثة أشخاص إحداهما توفي نتيجة حادث سير وقع في محافظة المفرق فيما توفي أب وابنته نتيجة سعقة كهربائية في محافظة الزرقاء كما تظهر آخر إحصائية للدفاع المدني للأربع والعشرين ساعة الأخيرة وقوع مائتين وأحدى عشر حادثا في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها أربع وفيات ومائة وسبع وأربعون إصابة آخرها وفاة طفلة غرقا في حفرة امتصاصية في محافظة المفرق هذه الحوادث وبلغة الأرقام وعلى مدار الأربعة أيام الماضية تعبر عن الحاجة إلى الحرص والوعي والالتزام خصوصا خلال فترات العطل لما تشهده من حوادث قد تعكر صفوها